وينضم إلينا مباشرة من دهوك عضو مجلس محافظة نينوى السابق داود جندي سليمان سيد داود أرحب بك معنا إلى هذه النشرة ما الذي يمنع تنفيذ قانون الناجيات الأيزيديات المقر برلمانيا العام الماضي؟ شكرا جزيلا مساء الخير حقيقة الأمر فيما يخص قانون الناجيات الذي تم قراره قبل السنة للأسف شديد لحد الآن لم يتم تنفيذه بشكل صحيح وهذا يدل على أن الحكومة الاتحادية في بغداد لربما تكون غير جادة في إيجاد الحلول الناجعة والصحيحة لموضوعة الناجيات الأيزيديات بالإضافة إلى المكونات الأخرى التي تم شملهم بموجب هذا القانون وهذا لربما يعود إلى أسباب بين الحكومة في الآبنة الأخيرة لم تكن حكومة أساسية وإنما كانت حكومة تصريف أعمال بالإضافة إلى من بعد تشكيل للبرلمان الجديد ولحد الآن مضى عليه أكثر من ثمانية أشهر أو عشرة أشهر لحد لا لم يتم تشكيل الحكومة في العراق هذه هي الأسباب الأساسية لربما التي أدت إلى عدم تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح وإن كان هناك دعوات جدية لتنفيذ هذا القانون وكان هناك إقرار في الفرلمان العراقي في الجلسات الأخيرة التي تم التصويت على إقرار موازنا للأمن الغذائي والتي شمل فيها تخصيص موازنة خاصة لمديرية شؤون الناجيات وبالتأكيد الكل يسعى والكل يسعى من مكانه ويحاول أن يتم تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح حتى يصل الناجيات إلى جزء من حقوقهم ويتم تعويضهم ماديا ومعنويا إحدى حقوق الناجيات هو موضوع مشكلة أطفالهم من عناصر تنظيم داعش هل يعالج القانون بصيغته المقرة برلمانيا هذه الإشكالية التي تتقاطع مع الديانة الأيزيدية؟ حقيقة الأمر عندما تم الاتصال به من قبل علاقات قناتكم أكدت بأن هذا الموضوع لا تعليق عليه كشخص لا أعلق على هذا الموضوع وفيما يخص هذا الموضوع القانون لم يتطرق إلى هذا الموضوع نحترم رغبتك سيد داود ونتحدث عن التداعيات الجسمية والنفسية كيف يتم التعامل معها للناجيات الأيزيديات وهل بالإمكان توفير التسهيلات لهم خلال الفترة الحالية والقانون حتى الآن غير مطبق؟ حقيقة التسهيلات النفسية هي التسهيلات التي قدمت لهم من قبل المجتمع ومن قبل أقربائهم ومن كافة المؤسسات الموجودة في المجتمع الإيزيدي بالإضافة إلى بعض المجتمعات الأخرى التي قاموا باستقبالهم ومحاولة إعادتهم ودمجهم إلى المجتمع ومحاولة إصلاحهم من الناحية النفسية كالعدة الدول مثل كندا، ألمانيا، أستراليا بالإضافة إلى العامل الأساسي لإعادتهم إلى المجتمع والمحاولات الجدية هي من قبل المجتمع الإيزيدي يعني الناجيات التي يتم تخليصهم من قبض الداعش يتم استقبالهم استقبال بحفاوة كبيرة جدا ويتم استقبالهم من قبل المؤسسات الدينية الإيزيدي بالإضافة إلى هذا، هناك الرغبة شديدة وكثيرة جدا من قبل الشباب الإيزيدي بالزواج منهم هذه الأمور هي من الناحية النفسية يعني تعطيهم جرعة أمل كبيرة جدا للعودة إلى المجتمع والدمج فيه مرة ثانية بالإضافة إلى هذا، ودليلا على ما أقوله يعني هناك الكثير من الناجيات الإيزيديات يعني أثبتنا وجودا على الساحة على الساحة الدولية وعلى الساحات الأقليمية وبالإضافة إلى على مستوى العراق وأقليم كردستان ويعني علاوة على هذا هناك الكثير من الناجيات حاليا تعملنا في الكثير من المجالات في زنجار وهن أصبحنا قادة يدعون الأهالي للعودة إلى ديارهم لغرض إعمار المنطقة ماذا فيما يخص عن متابعة أثر المفقودات منهن حتى الآن والجهود المبذولة لإعادتهن إلى عائلاتهن بحقيقة الأمر هذا الأمر للأسف الشديد هناك عدم مبالاة كبيرة جدا من قبل المؤسسات الرسمية في الحكومة العراقية وخاصا قد تم تشكيل عدة لجان بهذا الخصوص إذا ما جئنا على أرض الواقع ليس هناك وجود لداعش ليس هناك قبضة داعش أو سيطر على الأراضي لداعش أو مكانات مخصصة تحت سيطرة داعش ما عدا بعض المناطق الموجودة لربما في منطقة إدلب في سوريا للأسف الشديد الكثير من أمهاتنا وأخواتنا ما زلنا في إعداد الموتى ولا نعرف شيئا عنهم الحكومة العراقية كانت مقصرة في هذا الموضوع والمقابر الجماعية نبتقوا بتفعيل هذه اللجانة التي تم تشكيلها بالتنسيق مع السوريين ماذا عن المقابر الجماعية؟ سيد داوت اسماني موضوعة المقابر الجماعية أيضا هناك نوع من نعم نعم الصوت واضح تفضل تفضل أسمعك نعم فيما يخص موضوعة فيما يخص موضوعة المقابر الجماعية أيضا للأسف الشديد في الآونة الأخيرة أصبح هناك توقف في الإجراءات لفتح المقابر كلما تم تأخير فتح المقابر بالتأكيد هناك العوامل الطبيعة التي تؤثر هذه على الروفات الموجودة في المقابر الجماعية والأوروبا ما تؤدي إلى ضياع الكثير من الأدلة لتثبيت الجينوسايدة والإبادة التي حصلت للمكون الإيزيدي هناك مناشدات بالإضافة إلى هناك دور أساسي لبعض القادة المجتمعين والقادة السياسيين الإيزيديين واضح للضغط على الحكومة العراقية بهذا الخصوص لغرض فتح المقابر وفي الآونة الأخيرة أصبح هناك نوعا ما تحرك بهذا الخصوص ممتنى كثيرا على حضورك معنا مباشرة من دهوك عضو مجلس محافظة نينوى السابق داود جندي سليمان شكرا جزيلا لك على الحضور